السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل ما أبلش بهذا الفيديو صلوا على النبي وأذكروا الله مثل ما قرأتم بعنوان الفيديو بهذا الفيديو أريد أن أشرح موضوع خطير جدا جدا لمستخدمين اليوتيوب خصوصا أصحاب القنوات والأشخاص اللي بيملكوا حسابات بيعلقوا من خلالها على فيديوهات الآخرين الموضوع هو عن تعليقات نحن إذا كتبناها في اليوتيوب لأحد الأشخاص نحن نتعرض لإغلاق القناة نعم رح نتعرض لإغلاق القناة أو ربما إغلاق حسابنا اليوتيوب ما بيعطينا يعني نعلق لحدا طبعا هذا التعليق كثير ناس عم تستخدموا بكسرة في القنوات خصوصا عندي في قناتي عم يكتبوا لي تعليقات كثير كثير هي التعليقات إذا ما انتبهنا لها رح تأدي لتدمير قنواتنا بشكل نهائي تعرفوا شو هذا التعليق أو شو هي التعليقات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم من جديد مثل ما ذكرنا رح نحكي هلأ عن تعليقات قد تدمر قنوات اليوتيوب الخاصة فينا أو حسابات اليوتيوب إذا يعني ما توقفنا عن كتابتها طبعا هاي التعليقات هي ليست تعليقات مسيئة ولا تعليقات يعني بتسيء لأحد أو بتخضع للإرهاب أو العنف لا لا أبدا هي تعليقات ما حدا بيتصور أنها ممكن تعمل تدمير لقناتنا أو أغلاط لقناتنا طبعا قبل المتابعة بتمنى منكم أول شيء أنه تدعموا قناتي هاي لحتى توصل إلى المليون مشترك نعم أنا هدفي هلأ هو الوصول بهذه القناة إلى المليون مشترك لهيك أخي بتمنى أنك تكون إنت من بين الأشخاص يليساعدوني لحتى أوصل إلى المليون مشترك طبعا بكل بساطة رح أطلعكم هلأ على هاي التعليقات طبعا رح أدخل إلى حسابي أنا طبعا 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 ملاحظين هذا الشخص يعني كاتب لي تعليق يلي يتابعني أتابعه بكل أماني هذا هو أحد التعليقات يلي رح تدمر قناتنا على اليوتيوب وطرد هذا الأغلاق رح تسألوني ليش طيب بسلا أخذ تعليق ثاني اشتركوا وأردها أيضا هذا التعليق اشتركوا وأردها أو اشتركوا ومردودة يعني هاي التعليقات اللي يتابعني هاي التعليقات هي اللي رح تدمر قناتنا لأنه نزل بسياسات اليوتيوب أنه الشخص يلي بيطلب اشتراكات من الأشخاص الآخرين فهذا الشيء مخالف وراح يعرض الأشخاص لإغلاق القنوات أتمنى أن يكون أفادكم هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر